من ضمن القصص برضو اللي كان عليها تفاعل كبير جداً النهاردة كان على اليوم العالمي للأمن والأمن الرقمي وشركة ميتا اللي هي كانت زمان اسمها فيسبوك عملت مجموعة من الاكتيفتي كبيرة جداً على السوشيال ميديا النهاردة لتسقيف الناس حول سلامة الانترنت منها حاجات ليه علاقة بازاي الواحد يعمل كلمة مرور قوية وازاي يتعامل مع شبكات الواي فاي المؤمنة يعني جو بقى الناس تيمشي وتلاقي اي شبكة واي فاي وتدخل عليها لا يعني لما بدخل المول مثلاً في مصر او برا مصر واخد الشبكة بتاعته ده غير امن طبعاً طبعاً وبص ومن الاخر طالما موبايلك داخل على اي شبكة انت مش ضمنها يبقى معناها ان ممكن الداتة بتاعتك يتم السيلة عليها طيب حتى الشبكة الداخلية بتاعت المنزل من الاخر انا بنصح اي انسان عنده بيانات او صور خاصة اولاً لو فيه صور خاصة خاصة يعني بلاش يبقى اصل موجودة نهائي لان طالما موجودة على الموبايل وطالما الموبايل متصل بالانترنت انها معرضة البيانات دي او الصور دي تتاخد اجلاً او عاجلاً سرقة هاكينج اي حاجة دايماً ناخد بقنا من الفكرة دي لان في الاخر هي متصلة بالانترنت فمعرضة ليه فكرة البريد المزعج اللي بيجينا جو ان فيه عم من السنغال وفيه خال من دنمارك وفيه واحد ملياردير مش لقيين يوزع الميراث عليه للأسف فيه ناس بتصدق على فكرة يعني عارف انت المكالمات بتاعت لو كل شوية يجيلك سيبت معانا تلاتة مليون دولار من شركة شركات كبيرة جداً يعني ما بفتحش الرسالة أصلاً على الميل وفيكرة تيجي من شخصية عامة ما تفتحش الرسالة على الميل ولو جات لك على الموبايل ما تفتحاش ورسائل حتى الحد دائما بترمش كاتاكيت يا أستاذ طبعاً لا اخدوا بالكم فيش فلوس بتيجي ببلاش كبداً لا فيه ناس فيه ناس للأسف لسه كانت البنوك قريب كانت عاملة حاملة على فكرة النصابيين اللي بتصلوا بالتليفون ودي واحدة برضو من الحاجات اللي أنا أنا بظني ان دي دور وزارة الاتصالات ان الناس على الانترنت في مصر كتير 60 مليون مصري على الانترنت ده معناه بيانات معناه فلوس معناه معاملات لازم يبقى فيه توعية بالضبط زي ما تحط الشعب على الطريق السريع من غير ما تعمل عمليات تنظيم ومرور وإن كان قدرت أمن الانترنت شغال